باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرعة عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اكتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره يوم فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان متفق عليه وفي رواية كراط وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم كراط إلا كلب حرث أو ماشية متفق عليه وفي رواية لمسلم من اكتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره كراطان كل يوم باب كراهية تعليك الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان رواه مسلم باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح باب النهي عن البصاك في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقدار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاك في المسجد خطيئة وكفرتها دفنها متفق عليه والمراد بدفنها إذا كان المسجد طرابا أو رملا ونحوه فيواريها تحت طراب قال أبو المحاسن الرواياني من أصحابنا في كتابه البحر وكلا المراد بدفنها إخراجوها من المسجد أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعل كثير من الجهان فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للكذاري في المسجد وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله وعن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جذار القبلة مخاطة أو بزاقة أو نخامة فحكه متفق عليه وعن أنسا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الكذر إنما هي ذكر الله تعالى وكراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونجد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشو ضالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دع إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم وعن عمر بن شعي بن عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر راه أبو ذوود والترمذي وقال حديث الحسن وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه وقال كنت في المسجد فحصابني رجل فنظرت في إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري باب نهي من أكد ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زواد رائحته إلا لضرورة وعن ابن عمر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكد من هذه الشجرة يعني الثوم من أكد من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه وفي روة لمسلم مساجدنا وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكد من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكد ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواة لمسلم من أكل البصل والثوم والقراثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوما الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثاتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاس الوضوء عن معاذ بن أنسي الجواني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب راه أبو داود والترمزي وقال حديث حسن باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعري أو أغفاري حتى يضحي عن أم سلامة رضي الله عنها قالت فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم